ميناء الفاو العظيم القصة العجيبة بعدني أرضع ممية وأسمع بميناء الفاو من أيام البكير وراح البكير وجه القائد الضرورة وراح القائد الضرورة أو بدت من مجلس الحكوم وللانتقالية مال المؤقتة مال السيد علاوي لانتقالية مال تجافري الحكمة تيامل السيد المختار الحكومة للعبادية وحكومة السيد المهدي وإلى الآن ميناء الفاو ما صار ابسن ميناء مبارك صار من كويت وإحنا صار جزء من الممكن شنو قصة ميناء الفاو ولو اطلع العراقيون على حقيقة ما يكسبه كشعب من ميناء الفاو شنو ما عادل سوى شنو اللي عطل ميناء الفاو قرارات سياسية تبعية أجنبية عمالة ماكو فلوس مجموعة عوامل خلي اختصر لك ياها مع اذكر شواهد وامثلة في عام 2005 اللي بزمن السيد سلام المالكي اللي كان وزير النقد كان يفترض ان يكون إبرام عقد انشاء ميناء الفاو مع احد الشركات لكن في وقت توقيع العقد تبين ان هناك خلل بالتصاميم اللي يتخص خاصة الغاطس اللي هو مستوى الأعماق اللي من المفترض كان هذا نوع من التحايل الدولي لإنشاء ميناء لا قيمة له عالميا يعني ما يقدر يستقبل مواخر عملاقة تتناسب مع التطور اللي حصل بالنقل البحري فبالتالي انتبهوا لهذا الموضوع وبقته السيد السلام المالكي وكذلك الدكتور حسن الموسوي كان مدير مشاريع الموانئ الموانئ وأوقفوا العقد والشركة بعد انهزمت ما رجعت يعني عرفت انكشفت يا الشركة اللي جاء بقدم عطاء الصور بكلفة تخمينية للميناء كانت 8 مليار دولار بقدمه ب 6 مليار ونص هذا الرجل البسيحي اللي هو صاحب الفكرة لا هو مصاحب الفكرة حن الشيخ كان هو كطرف بالتعاقب طبعا هذا الموضوع الدولي هذا إيرادة تمويل مؤسساتي كبير تمويل دولي 8 مليار دولار بعدين الموضوع احنا كنا ننظر له فقط كميناء هو مو بس ميناء هو مدينة طبعا الفاو أنا رح اتزارت المشروع كان قلق صدفة موجودة الدكتورة أسهار التحياتي الهيل هي المدير عام في وزارة التخطيط رقبة المهندسين وكذلك الاستاذ ماهر داموش وكيل وزير التخطيط ووكيل وزير المالية في نفس الوقت وكان معانا الوكيل الفني عباس عمران ومدير الموانئ والاستاذ أسعد مدير المشروع طبعا يبعد تقريبا موقع الميناء حوالي 160 الى 180 كيلومتر عن أقرب كثافة سكانية حقيقية أنا وقفت عليه أخدمك بس نوضحها فرصة نشرحها للوضع الشعب العراقي هذا يصلح لأن يكون أنا اطلقت علي حلم الأجيال واطلقت عليها مدينة الفاو الاقتصادية وتصلح لأن تكون كوندفرالية اقتصادية للعراق تماما توصيل دقيق اكتبت أنا مخترح الى السيد من شفت زرت المشروع اكتبت مخترح الى السيد رئيس زراب وقتل عبادي وعدي المسودة كاتب خطئي دي بعد ما استفادية استناريت من الأخوة اللي كانوا وياي بعض الملاحظات قلت له ان مشروع ميناء الفاو لم ولن وسوف لن يرى النور في ظل اي وزارة سابقا او لاحقا المشروع اكبر من وزارة اقترح تشكيل لجنة عليا برأستكم والذهاب الى الصين لانها تمتلك فوائض المالية والامكانيات التي وصلت الى الجيل الخامس من الموانئ والموضوع ما يحتاج له هاي الفلسفة وهذا التعقيد بسيط جدا احنا نجعل من الفاو منطلق لبناء العراق الجديد كالآتي استكشافات النفط والغاز واي ثروات في هذه المنطقة لتمويل المشروع لا اخذ قرض وش يدي فلوسة 8 مليار انا اتقل انا اتقل لك باقيج كامل وزارة النقل مليار كاسر نمواج انا انا اتقل لك على الصفة انا اتقل لك كمدينة الفاو الاقتصادية انا احنا بس المناء لازم انت بالنسبة لك راح يصير ترى شنو هذي زين راح يصير محطة عالمية لكل دول العالم اوكي هذه الثروات اللي تستخرج من ارض الفاو اللي ليست مستخرجة لحد الآن وكو اعبار مشتركة بينه وبين الكويت وكو غاز طبيعي بالمنطقة اسس شركة غاز الفاو نفط الفاو هذا يتمول بدون لا قروض ولا فوائد ولا مجرس هاي بها 8 مليار هاي ضمان سيادي اليوم اللي يريد تشدري كجهة منافذة الضمان سيادي هذا ضمان السيادي ضمان الدولة انت يا تعال الصين اي دولة سووا مناقصة عمد اقول لك هذول بس على الصينيين وتابعين للايران وتابعين روسيا والأمريكا سووا مناقصة عالميا تمويل المشروع من الاستخراجات النفطية واسوي يعني المشروع الذي يعمل علي عبد المهدي الآن لا هذا المشروع آخر انا احشي لك استعجزية على الفاو المشروع عادل عبد المهدي السيدة أوسع من ضمن الفاو طبعا من ضمنه من ضمن الفاو بانه نبط نفط انا احشي لك على واقعة الفاو الآن مو بس ميناء الفاو ظهرت بيها كائنات بحرية جديدة اول مرة منصار كاسر امان ظهرت الدلافين تصلح لان تكون حتى محميات مدينة سياحية احلى من شر مشيخ الصير احنا مو ننظر الى فقط ارصفة مدينة اولمبية مدينة طبية مطار دولي منتجعات فنادق خمس نجوم رح اصبح حتى افضل من جبل علي احنا خلال 16 سنة ما كنا نقدر نخلي كل سنة 500 مليون دولار بصندوق للفاو احنا بو كان ما نفتعل هاي الازمات اللي بياناتنا سنية شيعية كردية وهذا احنا احنا نركز بنا بلدنا نحقق السلم والاستقرار الاقتصادي اللي رح ينعكس على الخارطة جيو سياسية جيوها بالمنطقة كلها رح ترتبط مع دول العالم الربط السككي غيرها 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 كلها رح ترتبط هي القناة الجافة نربط الشرق بالغرب نحن حلقة الوصف طبعا استغرب بعض الاخوة يربط مشروع السيد عادل عبد المهدي مع الصين يقول هذا طريق الحرير ميمور بالعراقي مربيران وما شنو انا استغرب من هذا الطرح اخي اقرب نقطة برية هو مشروع بي 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 بصرة بغداد برلين بصرة بغداد برلين هاي هو الخط وانا شو اللي علاقة بالعوف طريق الحرير انا اليه اليه كبلد الان حتى اقدر استخدم هذا المشروع لتصدير النفور للغاز لكثير من المسائل نقل البضائع هسا النتيجة ليش ما اشغل تخطيط تخطيط واكو ارادات ضد استقرار البلد هذا التناحر هذا التناحر الطائفي التناحر الحزبي التناحر القومي هذا دفع بانه عدم السماح بتقدم عجلة بناء الدولة بسبب هاي التناحرات لكن اشبعنا منهم هسا هم متناحرين هسا هم يقول لك واحد هذا يدافع لو قابض يعني هسا مثلا احنا بوكان ما نسوي ازمة بين المركز والاقليم والله الاقليم عدة 250 برمير مطانية انا عندي جزء من العراق مستقر خلي بيني وبينها قولي هو مستقر مستقر ممستقر لنفترض هسا الاقليم لا سمح الله بمشاكل احنا ما ندفع عزيز من هاي 250 برمير هذا الفرق المادي يتعالج انا خل اط يعني يصير فد امان يعني خل نقول مصداقية بيننا ثقن من جسور ثقن بيننا بلاكل وقت نحل هاي المشاكل الثانوية انا هنشي عده مشكلة اللي هي مشكلة اللي هاي نادون وطن خل القى العراق ارجع العراق اللي صدان بالاثمانين حارب نيابتين حارب نيابتين عن امريكا كم محور على مدى ستة حلقات ست ساعات انا وياك اتناقش على اوقات متفرقة في كل محور نجد انه هناك غياب للارادة السياسية هناك غياب للتوافق السياسي استاذ هناك اتفاق لمنهجية لا تقبل اللبس ولا الغموض على عدم انتاج شيء تفتخر به للاجهال ليش لا تخطيط ولا الاستعانة بالارادة